موسيقى مساء الخيرات هل ممكن تعطينا لمحة عن منتوجات مجموعات KDDB مجموعة كادمة الاستثمارية هي ذراع الاستثمار لمركز ملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير تشمل منتوجات الشركة عدة خيارات للمشتري النهائي تتراوح بين آليات المصفحة والمدرعة إلى وسائل الحماية الشخصية للجنود من فستات مضادة للرصاص والخوذ وحتى الأحذية الخاصة بالجنود إلى الوجبات الجاهزة للأكل المرئيز التي هي عبارة عن وجبات روزة مجاهزة للأكل فقط تحتاج إلى تسخين ومدة صلاحية عبارة عن سنتين يمكن الجنود استخدامها في أي وقت كذلك تشمل منتوجات الشركة لمناظر الرؤية الليلية والمناظر الحرارية بالإضافة كذلك إلى اللي هو اللي شايفينه خلفنا إحنا اللي هي التارتس اللي بتركب فوق الآليات سواء آليات العمليات الخاصة أو الآليات المدرعة هذه بشكل بسيط أهم منتوجات الشركة كذلك في عنا برضو شركة منتجة للذخيرة للذخائر مصنع بلش إنتاج ذخائر متعددة لتقطية الإحتياجات المحلية وحتى أيضا للتصدير للدول الخارجية حاليا المتجات الشركة إحنا وصلت عنها تصديرها لأكثر من 35 دولة في العالم طبعا كلها من الدول اللي هي تحت مظلة دول موافقة عليها للتصدير ومنتوجاتنا زي ما حكيت لحضرتك هي أغلبها منتوجات دفاعية لوسائل الحماية الشرسية ما هو مدى التعاون بين مجموعة كي دي دي بي والدول العربية الأخرى؟ إحنا بالأساس الهدف كامل الشركة هو خدمة الجيش الأردني وكذلك خدمة الجيوش العربية اللي هي إحنا منعتبر حالنا إحنا والدول العربية بالأخير كلنا يعني دولة وحدة وخدمتنا عبارة عن خدمة لإلهم ووجودنا أساسا برضو كمان يلبي احتياجات الدول العربية فيه عندنا عدة علاقات طيبة مع عدة الدول وفيه عندنا متوجاتنا كمان كثير في دول العربية يعني صار فيه بيننا وبينها شراكات وصار فيه بينهم يستخدموا متوجات هل عندكم شراكات مع شركات أجنبية يعني غربية وعالمية؟ بالطبع إحنا كثير اعتمدنا على موضوع أنه يسير عندنا شركات أجنبية لنقل الخبرات من الخارج إلى الداخل وإشيء أساسي كان بالشركات اللي هو عبارة عن نقل التكنولوجيا وتدريب المهندسين المحليين على هذا الشيء لذلك معظم أو تقريبا جميع منتجاتنا هي عبارة عن منتجات مصممة محليا ومنتجة محليا في الأردن فهي أيدي أردنية هي اللي اشتغلت على هذه المنتجات فيه عندنا شركات عدة مع شركات تركية مع شركات ماليزية ودائما نرحب بهذه الشركات اللي هي لنقل الخبرات والتعاون المشترك للأفضل وشكور شكرا